ازايكم يا حلوين عاملين ايه يا ربي تكونوا دايما بخير وفي افضل حال اهلا بكم وفيديو جديد من حكاية بنات فيديو النهاردة هشارك معاكم شوية مشتريات كده جبتها للشتاء ان شاء الله تعجبكم بس الاول لابل ما نبدأ الفيديو ياريك الاول نعمل لايك للفيديو ده ولو بتشوفيني الاول مرة طبعا نتشتركوا في القناة وتفعلوا زروا الجرس عشان تابع معايا كل الفيديوهات اول باول ويلا بينا نبدأ اول حاجة معنا هو الجاكت ده او الكل ده هو طويل يعني انتوله كويس ينفع مثلا على بودل واحد او كده طبعا كل الشتاء المفروض هنا تحاول ان تنجيب الجاكت علشان دول اكتر حاجة بنلبسها في الشتاء طبعا البرنت دي ما فيش عليها اختلاف ابدا ما بيختلفش عليها اتنين الفينش بتاو حلو جدا نرغم ان هو يعني من برند مصري مش حاجة معروفة او كده بس بجميل اويل الفينش حلو اويل ما ترجل تحفاء كل حاجة فيه حلوة قوي ايه عجبني يعني طوله وبيضة فيه حاجة تقيلة كده الزراير بس هي اللي ما كانتش افضل حاجة كانو سيناها تكون مسلا جولدة او كده بس هو حلو طويل زي ما انتم شايفين بحاول اوروالكو كله ايه يعني ممكن تبسيه مسلا على دريس وبوت على طول ممكن تبسيه زي ما انا ايه هتقامو شايفين اللي هي او الفينش بتاعها هو فيه فتلة كده زي السرمة او اللي احنا بنسميها بلاستيك كده يعني هو من برند اسمه الاتوية ايه ده برند مصري اللي فره في ك زي ما كان انا جايبة منطنطة وليت طبعا الويبسايت بتاعه ممكن تطلبه هو كان سيره الف وسبعمية وحيكة وكان نازل عليه كان وصل لي الف وربعمية بس كان ايه جي من فترة كده عمله سيل برضو على الويبسايت بتاعهم ايه كانوا عاملينه بديسكاونت تلاتين في المية يعني كنت اتخديم مسلا بيتسعمية وتمانين جنيه فمش عارفة لسه شغال ولا ايه جب تحتية البيضك ده ايه اسود سادة طبعا بس هو بس اما بيجي عليه ده الشمس بيبقى عمل ايه في الكاميرا الوان كده بس هو اسود غيمق يعني ايه بس انا حبيت ان هو ما يكونش لو هو الوان سيدة عشان يبقى مريح يعني ميبقاش لو هو حاجة دياء وكده ايه طبعا عشان انا هلبسه على ايه الباسك ده فانا هلبس تحته بانطلون مش ليجان يعني لكن لو هو مسلا تحته دريس طويل او كده ايه ممكن نلبس ليجان يعني لحد ما يكون انتي وانتي لابس البوت واحدة ما يبقاش رلغبينة بس زي ما تشوفين طوله حلو طويل ومقاسه حلو يعني حتى لو هو حاجة قط عليه او كده يبقى حلو الماترية اللي بتاعته جميلة ايه ناعم كده وحلو يعني مش هيعمل اللي هو الوبر او الحاجة دي ويه كان صاره لطيفه جدا كان متين وخمسين او حاجة زي كده ايه ممكن طبعا تلبيس تحته ابيض او ابيض بس ايه ايه حاجة انت حباها ايه جبت الشنطة دي شنطة شنال كده كلاسك شوية يعني انا كان نفسي بش حاجة كده صغيرة بس طلعت جميلة او بصراحة الماترية اللي بتاعتها تحفى بجد يعني نفسي بس انت شايفينها كويس يكون بين كل تفاصيلها ايه انا عندي كده حاجة شنال كده برضو كابتونية كده بس بتكون مختلفة في القفل والفتح والحاجات دي شايفين الفنش رهين بجندة يعني تحس انه هي مسلا كابي ميرور يعني بس هي عادية جدا يعني سعرها برضو حاجة بسيطة بس انا بحاول اواريك كل تفاصيل بتاعتها الفنش بتاعتها حلوة قوي حتى من جوه شايفين متقفلها حلو وستين فيها ايه جميل كده بصراحة ايه لأ طحفة يعني وشايفين على قد ما هي صغ بس انا لقيتها انها بتاخد كمية حاجات كتيرة جدا يعني انا عندي شنط اكبر من كده ما بتاخدش كمية الحاجات اللي بتدخل فيها طبعا فيها برضو جيب من جوه والتقفيل بتاعها كل حاجة حلوة قوي قوي يعني ايه عاوزة بس توريها القوة تاخد حاجات قد ايه جوها بصو دي شنطة كده انا بحطها دايما ايه جوة شنط بتاعتها شمي يكونش فيها كركبة فيها امرية فيها روش فيها ايه حاجات كتيرة كده عشان ما افتح الشنطة وكده ما تبعش مكرك بقى تكون سهلا فدي جوها حاجمها مش قليل يعني برضو هي كبيرة ودخلت جوها بانها بتخلش في شنط تانية وكمية محافظة وممكن تحط كمية مع حاجات تانية في مكان فاضي طبعا ولو هتحط اي حاجة كمية فهي صغيرة بس هي فتحتها سهلة واستخدامها سهل احلى من حاجات كتير وبتاخد كمية بصراحة عجبتني ايه يعني دي كان سعرها ربعمية خمسة وستين كنت جابها في سيل آآ وقت فكان سعرها حلو جدا وهيكون شكلهم كده مع بعض الحلو انا بصها حبيت انه نطقم كله على ايه اسود فانتي ممكن تضيفي الوان تانية ممكن تضيفي حاجة احمر او ايه تضيفي حاجة فوشيا مسلا يعني في ناس كتير بتطوموا على الوان كتيرة بس انا حبيت انه هيكون على الوان بسود هيكون كده ايه اشياء ويكون ريائي يعني البوتات انا جبت بوت ده انت شفتوا معي قبل كده في الحاجات انا جبتها في السيل الشتة اللي فيت فاوريه لكم برضو لو انتم كنتم تشوفت الفيديو هوا لسه هلبسوا الاول م مرة يعني بس انتم شايفين طبعا بنشتري حاجة بالسيل بيتوفر علينا كتير بعدها الشتة اللي بعده لان اصار بوتات السنة دي ايه رهيب ويعني يعني تقريبا ده يبقى فرنجة مسلا الف وستمية وكان من ديجاوو طبعا حاجة ديجاوو بتعيش معنا وبتكون حلوة وكده فانا بقى اطلعهم علشان من فشل نحنا نركن الجلد كتير وكده فلازم نستخدمه ويتهوى وكنت قيل لكم قبل كده نحافظ عليه ازاي وكده ايه انا عشان طويلة مش بقي بحاج كعب يعني بحب ان هو يكون فلات ويكون مريح وكده ايه جبت الاسود ده وجبت واحد كمان هورعه لكم بردو طبعا في هي السوستة النص دي معنى كنت احب السوستة الطويلة يعني مش حاسة ان هي دي لها فرق كبير وهو بسيط يعني ما فيوش اي حاجة بس هو من جوه بس بيكون ايه مبطن علشان يده فيه طبعا في المتال فلاج بتاع ايه ديجاوو في كل حاجة ويه بيكون كده زي مبطن من جوه ايه تعالوا بردو هوريكو التاني علشان هطلع بقى الاتنين مع بعض ايه يتلبسوا الشتة ده ايه والتاني هو كبير برضو طويل بس هو مش عارف البوكس بتاع القصيرة ده مش بحبه بصراحة ايه لان هو بيبقى متنين وصين فيه فما بحبش مكانة التانية ان هو ممكن يعسر عليها وكده ايه جبت الاسود طبعا جبت ده بقى يكون اللون اللي هو الجملي ده او الافون مش بنستغنى عنه ابدا في الشتة عندي كزا حاجة كده بس برضو كان الطويل ده يبقى حلوها نفس الشكل بتاع التاني من قدام بالزبط نفس الجزء ده بيكون غميق شوية كده ايه نفس الكل حاجة ايه فلات برضو كل حاجة بس هو فيه بس شوية الكشكشة اللي من الجنب دول مش بيبين قوي غير ما بتلبس وهنا زي ما شايفين اللي هو بتانة بتاعته بتكون من جوة باينة شوية طبعا دي بيتدفي قوي يعني مش هلقوا لابسها على دريس ولجانو كده يكون ايه بيدفي بتكون وصلا حد تحت طبعا ايه بس دول انا جبتهم ديجاوه طبعا الاسود مع ايه الشنطة ايه لايين جدا مع بعض ممكن برضو نزود حزاب لو انت هتلبسيها على دريس او كده هيكون حلوة بس انا لأ مش هلبسوا على الحزام يعني هلبسوا عادي كده حاجة مريحة وهلبس معي الاسكارف الاسود ده ايه زي ما قلت لكم ممكن نلبس احمر ممكن نلبس فوشيا وممكن كمان تلبسي ابيض او بيج ايه ممكن كافية زي ما تحبي بس انا حسست نوعه كله اسود على اسود هيكون احلى بكتير يعني ايه بس ده كده كان على الحية ايه بعد كده جبت الشوزة من العروض برضو كانت في ايه هو يعني احنا عندنا الشوزة البيضة بنجيبها كتير جدا ده مما بنجيب بنحس ان احنا عايز نشوز ابيض بس ده حسيت ان هو ايه في لون كده مش عندي يعني اللون البيبي بلو ده مش عنديه خالص يعني فحبيته يعني بشكله جميل وكده ايه وده ما كانش غير كان تقريبا ايه في حدود مئتين وخمسين ايه زي ما بيقول لكم كان عليه معروض ونجبت كمان السن كارس ده ايه حلوة ابيع جبني ان هو فيه الوان كتير كده ليه بقى على حاجات كتير يعني مش شرط ان هو يكون ابيض بس عندنا حاجات سيدة بس برضو بنحب نكون عندنا حاجات كده ايه تدي روح للطام شوية ايه ده كان تقريبا بتلتمية وخمسين ايه بس ده كده الشوزات والشنة اللي انا جبتها مش هجب بقى حاجات في الشده ده يعني شايف ان دول كيفية على طبعا اكيد عندنا حاجات تانية من قبل كده يعني فهيكونوا قويسين جدا معنا ايه من المشتريات برضو اللي جبتها الجلافز ده كل الناس ايه جابتهم تقريبا انا اخر حد في مصر يجيبوا اللي هو بتاع الاسباق اللي هو الجلافز اللي هو بيكون فيه من جواس اللي يكون طبع عليه كلام كتير ورشادات كتير مثلا ما نبسوش اكتر من عشرين دقيقة ايه فيه ناس بتنام بيه بس انا بصراحة ما قدرتش هستحمله يعني انا بالكتير خالص يعني اخر نص ساعة بحيس ان هو بيخنو كده مش عارف في حد زيه ولا ايه حيس ان هو بيضغط على السوابية ممكن احيس انها بعد ما بيخلبها حيس انها ورمت شوية مش عارفة ما حبتهش قوي ومحستش ان هو انه تكتوه قوي يعني هو اه بيبقى بيرطب الايد او كده او لو انت كمان حط مرتب قبلها هيكون احلى اه بس مش عارفة يعني حتى لما تجي تلبسيو تخلعين مش اسهل حاجة فبكسل اه الترتيب العادي يحس ان هو هيدي نفس النتيجة فيه ناس حبي طوي بس هو معي مش مش افضل حاجة كان سعره تقريبا بمية وعشرة وفيه منه كمان الشراب بس لا انا مش مش بحب البس الشراب اصلا اه جبت كمان دي مرية بسيطة كده كانت في محل ادوات منزلية لقيتها بالصدفة يعني وكان سعرها حلو اه كانت تقريبا بخمسة وتلاتين جنيه بس هي فكرتها حلوة وشكلها حلوة يعني من اللي يشوفها يحس ان هي حاجة قيمة كده وحلوة لكن هي اصلا اللي هي زي البلاستيك كده مش مش متل يعني بس هي شكلها جميل ومن ناحيتين نامرية ناحية بتبقى مكبرة شوية وي اه ناحية عدية قلت لكم ان الجسم بتاعها ده بيكون بلاستيك بس ليه لون طبعا لون مش هيروح انت مش هتستخدمها في حاجة ضيع اللون يعني فدي من الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تحطيها على تسريحتك تدي شكلها حلوة قوي اه جميلة بجد وفي منها اشكال والوان تانية كتيرة هتلاقوه في محلات الادوات المنزلية اه دي مرية تانية برضو كنت جايباها من فتح الله اه كانت تقريبا اربعين او حاجة واربعين يعني دي اغلى من التانية بس كان عجبني الورد اللي عليها ده كان شكلها حلوة والوانها حلوة قوي ومختلفة يعني ما شفتش مرية شبهها قبل كده اه وكنت جايباها قبل التانية يعني بس فجبت اللي اتنين دول وشكلها حلوة بتاعلي بقى وريكم شوية الاكتسورات اللي انا هتجبتها اه دايما متعودة يعني بجيب كل فترة هتجيب شوية حاجاتها عشان اه ما حسش ان انا جبت حاجات غالية كتيرة فبجيب على فترات يعني مش بجيب مرة واحدة اي اول حاجة جبت النكلاس ده اللي هو شانيل طبعا دول حاجات اه استلس ما بقيتش ان انا جيب اي حاجة حتى الدهب الصيني ما بقيتش احبها او الاستلس حس ان هو اقيم حاجة واشيك حاجة وكمان لونه وعمره ما يغير بق ولا بعد سنة ولا سنتين ولا حاجة اه جبتوا كمان الانسيال ده اللي هو قفل ومفتاح كده اه طبعا حاجات مش باينة قوي في الكاميرا هي لما بقرب كده بيعمل فوكس فمش ببنى قوي بس هو الخاتم اه شانيل كده برضو ويه تقريبا كان بستين او تسعين مش فاكرة بالزابط وهم كلهم استلس والانسيال كان بتقريبا مية وخمسين بس مش فاكرة الانكلاس كان بيكامها بس طريبا كانوا كلهم كان ريسيت بحويل تلتمية وخمسين حاجة زي كده يعني اه دايما برضو بجيبتوا كده علشان اه ما حسش دايما يعني ان انا اه محتاجة مبلغ للحاجات الصغيرة دي طبعا شفتوا معي الفيديو التوك قبل كده هحطلكم برضو في اول كومنت مسابقات تحت الفيديو لو حبي ان انتم تشوفوه وتشوفوه لما كل مرة بنشتري حاجة بعدنا كمية حاجات عاملة ازاي مختلفة ازاي وكتيرة ازاي اه ده كان تقريبا بعشرين جنيه ويه جبت كمين اللي لو اتو كلا المجبك دي بحب اودي اكتر حاجات اللي انا بستخدمها اه دي كانت تقريبا بخمستاشر اه بس يعني كانت حلوة اه جبت كمين المنكير ده بس الاسف طلع مش حلوة يعني معرفش بحيس انه بيتقشر من غير اي حاجة كده اه اسوأ حاجة بتاعه طبعا دي المناديل بتاعة الاسيتون دي ضرورية طبعا او الاسيتون السعي للتاني ده لازم يكون موجودين قبل المنكير يعني اه بس الحلوين دي كانت شوية مشتريات كده لو عجبكم اعملوا طبعا لايك للفيديو ده ولو بتشوفوين الاول مرة طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الج جرس عشان تابعوا معي كل فيديوهاتي واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاية يكون حلوة جدا واعجبكم جدا باي باي